أخيرا يتفق مسؤول بغداد وأنقرة على حل قضية إشكالية عالقة بينهما منذ زمن فقد اتفق العباد ويلدارم على سحب القوات التركية المرابطة في بلدة بعشيقة شمالي العراق بالتزامن مع استعادة الموصل من داعش طلب دابت أنقرة على رفضه متذرعة بأن قواتها موجودة لمحاربة داعش في العراق وهو ما رفضته بغداد بشدة الاتفاق الجديد يدل على تقاطع البصالح التي غطتها لفترة سحب التوتر بينها في أكثر من قضية واقع جديد يتسقو تغييرات محلية وأقليمية ودولية يدرك الطرفان ضرورة مراعاتها قالها محنك السياسة البريطانية وينستون شرشير في السياسة ما من صديق دائم أو عدو دائم لكن هناك مصالح دائمة واليوم يعود النظراء تشيرشير في السياسة لإثبات صواب رأيه رئيس الحكومة التركية بن علي يلداريم في عقر داري من وصفه قبل أشهر بالمحتل ترحيب عراقي رفيع المستوى بالضيف التركي قد لا يعني تراجعا عن المواقف ما أكده رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي كان تعاهدا تركيا سبق الزيارة بالانسحاب من الأراضي العراقية تزامنا مع تحرير الموصل وعد تركي يبقى فطفاضا يستحيل أن يكون العراق قد قبل به وحده للقبول بالخطة التركية التصالحية صوبه فجبهة الموصل والتي أشعلت فتيل التوتر بين العاصمتين تبقى مشتعلة لا جدا ولا زمنية قادرة على تحديد نهايتها وعليه مرحلة ما بعد الموصل والتي أعلن الطرفان الاتفاق على التوافق بشأنها تبقى مؤجلة إلى حين تسبقها ملفات عالقة بين الطرفين وفي تفاصيلها شياطين عدة قد تعرق المساعي أنقرا لردم الهوى بينها وبين بغداد فالزيارة حدثت بمبادرة تركية والوفد الذي يرافق يلدريم في جولته في بغداد وأربيل يجيب عن مدى رغبات أنقرا فأنقرا ربطت قبل أيام على لسان يلدريم نفسه أمنها بوجود سلطات قوية في جوارها وخصت بالذكر دمشق وبغداد على المحور الأول اختارت مدى بساطها سوب موسكو أما على المحور الثاني فكان لابد من وعود بالانسحاب من بعشيقة بالتزامن مع وعود بتنسيق المواقف على جبهات محاربة الإرهاب كافة عسى تحاول أنقرا إمساكها من المنتصف بين طائراتها التي لا تتوقف عن قصف مواقع حزب العمال الكردستاني ومحاولاتها لإرضاء تحالفاتها التي تسعى إليها في أربيل أوراق كردية لابد من ترتيبها ورسم حدودها وفي بغداد تزداد الأوراق ثقلا قد تبدأ بإعادة تحديد العلاقة مع أوراق الحج الشعبي ولا تنتهي بإعادة تحديد لحدود العلاقة الاقتصادية بين العاصمتين حدود سبقت بغداد أنقرة في تحديد شروطها بالإصرار على مطلبها بمطالبة أنقرة بالتوقف عن استلام النفط من كردستان العراق في عقود مستقبلية أن اكتملت سترسم ملامح صفحة جديدة في ترتبات المنطقة ككل وليس العراقية والتركية فقط ومعنا من بغداد الكاتب والباحث السياسي عادل المانع كما ينضم إلينا من عمان مستشار المركز العراقي لدراسات الاستراتيجية يحيى الكبيسي وأبدأ من بغداد هل ترى في هذه المصالحة أنها فرضت على الطرفين وأنها بعد الخصومة على أبواب معركة الموصل عادت تركيا لترتب أوراق سياستها الخارجية بدا تحياتي لك سيد الفاضل ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة سكاي نيوز عربية أنا أتصور اليوم الموقف التركي من هذه الزيارة هو يتجلى ويتجسد في الموقف التركي من السياسة الخارجية بشكل عام يعني اتجاه سوريا مثلا واتجاه العراق بشكل خاص يعني هذه المنحة الذي نحن المتغير الجديد في السياسة الخارجية التركية يعني فرضته كثير من العوامل ولعل من أهمها أنه قضية التقارب أو التفاهم الروسي التركي وكذلك الإيراني التركي ولكن بتقدير الشخصي إنه ما جرى من اتفاقات يعني عرضتم في تقريركم أنه مجموعة وكأنهم هي الاتفاقات أنا بتقدير الشخصي إنه لا يعني تبعد كثيرا عن أنها مجرد وعود لأنه أولا العلاقات العراقية التركية لم تتسم بالدفع يوما منذ عام 2003 ولغاية يومنا هذا تركيا أيضا كانت هي حاضنة للإرهاب كانت باعتبار معسكر للإرهاب نفذت الدواعش من خلال أراضيها إلى العراق ولهذا أتصور على تركيا اليوم أن تثبت حسن النوايا بقضيتين رئيسية القضية الأولى قضية التواجد في بعشيقة ويجب أن يكون انسحاب وإلا أنا شخصيا لم أقتنع لغاية اليوم على أنه تركيا جادة في الانسحاب القضية الثانية يجب أن تلزم تركيا نفسها يعني بما ألزمت به نفسها يجب أن يكون أيضا الطرف العراقي ضاغص في قضية أنه هي تطالب بقولين بذريعة على أنه هو صاحب الانقلاب وإلى آخره يفترض أنه أن تسلم طارق الهاشمي إلى العراق لأنه طارق الهاشمي محكوم قضائيا ويجب أن تحترم القضاء العراقي التركية متى ما بدأت بهاتين النقطتين حينها نستطيع أن نتحدث على أنه هناك تقاربا عراقيا تركيا على أرض الواقع بشكل صحيح وليس تقاربا إعلاميا مجرد حديث يحيى هل فيها فعلا مصالحة المصالح ولا ثقة بالطرف التركي لدى غالبية العراقيين بعد هذا التاريخ الحافل إن كان من الخصومات وأيضا من التدخلات في الملفات العراقية على مدى العقد الماضي يعني بداية مساء الخير لك ولضيفك الكريم من بغداد ولمشاهدي قناة سكاي نيوز لا لا تستطيع أن تتحدث عن مصطلح العراقيين هناك انقسام مجتمعي حاد داخل العراق وهناك انقسام سياسي حاد داخل العراق وبالتالي هناك تباينات واسعة في موقف الأطراف العراقية من تركيا تركيا على خصومة مع الفاعل السياسي الشيعي لكنها في الوقت نفسه هي على صداقة ممتازة مع الفاعل السياسي السني ومع الفاعل السياسي الكردي وبالتالي لا تستطيع أن تتحدث عن علاقات عراقية تركية لا وجود لمنطق الدولة في العراق حتى هذه اللحظة يعني ما زال منطق الدولة في العراق غائبا على أقل منذ عام 2003 إلى اليوم ولا يستطيع أي طرف أن يدعي أنه يمثل الدولة كائنا من كان يعني حتى السيد رئيس مجلس الوزراء لا يمثل رائع العراق هو يمثل رأي الأطراف الشيعية الممثلة في التحالف الوضعي هذا التشكيك وهذا الغضب الذي تشعر به أنت كعراقي أيضا ألا يجيز بعض التضحيات ربما للتخلص أو للخروج من كل هذه الملفات الشائكة يعني أنا أولا كنت أوصف فلا أعرف من أين جئت بمصطلح الغضب أنا كنت أوصف الواقع كما هو ولكن أيضا هذا الوصف يحمل مرارة بهذه القضية لا لا مرارة أولا فيما يتعلق بالعلاقات العراقية التركية تاريخيا منذ عام 1958 ليس هناك أي تقارب في العلاقة العراقية الكردية العراقية التركية دائما كنا أمام نوعا من يعني العلاقة الأجرسف العلاقة العدوانية بين الطرفين ولم تتحسن هذه العلاقات يوما ولو استعدنا على أقل منذ عام 2003 إلى الآن كنا دائما أمام تذبذب واضح في العلاقات بين الطرفين وبالتالي يعني هناك سياق تاريخي يلقي بظلالة على طبيعة العراقية التركية ولكن ما يعنيني هنا هو الملف الرئيسي بالنسبة لتركيا في العراق اليوم وهو ملف البي كي كي يعني لا أعتقد أن تركيا ستنسحب من بعشيقة من دون حل مشكلة البي كي كي داخل العراق يعني أولا حزب العمال الكردستاني لم يعد مقتصرا على جبل قنديل بالمناسبة عندما يقوم السيد بن علي إذلم بالزيارة لبغداد وفي الوقت نفسه تقوم المقاتلات التركية بقصف جبل قنديل وهو جزء من العراق هذه رسالة واضحة بأن تركيا يعني تقدم يدها من جهة ولكن تقدم موقفا آخر فيما يتعلق بالبي كي كي الآن البي كي كي على أقل خلال السنوات الثلاثة الماضية تمدد كثيرا في العراق يعني هو اليوم يسيطر على حزام يمتد لأكثر من مائة كيلومتر من زمار حتى سنجار وإذا أخذنا الجانب السوري وتمدد البيد فنحن أمام موقف تركي لا أعتقد أنه سيتجاوز هذه النقطة خاصة مع وجود شكوك حقيقة بوجود نوع من العلاقات غير المعلنة بين الحكومة العراقية والبي كي كي من جهة وبين البي كي كي من جهة وميليشيا الحجر الشعبي يعني لاحظ عندما وصلت ميليشيا الحجر الشعبي إلى محيط تلعفر وحاولت أن تقطع طريق تلعفر سنجار لم تتعرض لقوات البي كي كي وهي قوات غير عراقية يعني هذا يعني أنه هناك نوع من التوافق بغطاء إيراني مع هذه القوات وتركيا لن تترك هذا الملف بهذا الشكل بكل تأكيد عدل هل في العلاق تركيا أن تستبق ما قد تقدم عليها التسويات تحديدا التسوية الروسية التركية التي حصلت في سوريا وهي ترتب أوراقها وتقلص ربما لائحة الخصوم دعني أعلق على ما تفضل يحيى دائما يدس السم بالعسل أولا العراق ما في دولة عراقية هذا اللوم ليس على العراق هذا اللوم على تركيا التي تتعامل مع أشخاص وليس يعني دولة نعم تعاملت مع الأطراف السنية نعم تعاملت مع برزاني كطرف كردي نعم ولكنها نظرة تركيا إلى العراق لا تنظر إلى العراق كدولة بينما العراق لا دولة وكيان وقائم وهناك حكومة والحكومة المتل فيها يعني الغالبية سنية وشيعية وكردية وصانعين القرار ليس الشيعة فقط هذا جانب وجانب الآخر الذي لا يزال أستاذ يحيى لا يعترف بقضية دستورية قانونية شرعت تحت قبة البرلمان العراقي يا أخي لماذا تقول ميليشيات حشد شعبي سن له قانون داخل البرلمان العراقي ورئيس البرلمان العراقي من جماعتك يا أستاذ يحيي من جماعتك سني لو كان شيعيا لقلنا شيء آخر والكرد وافقوا عليه والشيع وافقوا عليه لماذا نقرأ الموضوع بقراءة طعفية على أي تحال أنا أعتقد أنه اليوم المتغيرات على الساحة في التقارب يعني مثلا روسيا علاقتها مع سوريا وهذا النوع من التقارب وابداء صور جديدة كانت ترغب يعني دحر بشار الأسد اليوم ما عندها مشكلة أن يبقى بشار الأسد ولكن عن طريق تفاهمات لأنه العامل الروسي ضاغط في الملف السوري بالنسبة للجانب العراقي يعني التأثير الجمهورية الإسلامية في إيران أكثر من تأثير روسيا داخل العراق وهذا الضغط السياسي الإقليمي موجود ولهذا أتصور أنه المحورين الإيراني والروسي معا اللي هم يشكلون ثالوث مع تركيا في لملمة أطراف وأوراق جديدة لإدارة لعبة التواجد في المنطقة هو الدافع الأساسي لدفع يلضرم للقدوم إلى العراق وإلا ما أعتقد أنه حتى قضية البككة قضية البككة ممكن أن يتعاملون مع برزاني هو كفيل بالبككة أن يحل هذا الإشكال يعني الجانب الكردي لا سيما لهم علاقات واضحة وصريحة وعلاقات أيضا حتى بخلاف الرؤية العراقية ورؤية الحكومة يا سيد اليوم توصلوا يعني الأيام الأخيرة كان الحديث يجري على أنه كردستان تريد تسبيع أبار نفط إلى تركيا وتركيا تشتري داخل العراق حتى صير طامة سأتابع معك عادل ولكن يحيى هل الهاجس التركي هو فعلا الاقتراب من المحور الإيراني والروسي بعد أن ربما خذله المحور الأمريكي وتحديدا في الملف الكردي لا لا هناك تقاطعات كبيرة في المصالح ما بين روسيا وتركيا أولا يعني لم تعد إيران فاعلة في الملف السوري يعني إيران خسرت كل أوراق الملف السوري لصالح الروس وبالتالي لم يعد لإيران أي وضع لكي تكون جزءا من هذه الحسابات روسيا هي الفاعل الرئيسي اليوم في سوريا وهي التي تحدد طبيعة مستقبل الوضع السوري سواء وضع بشار الأسى أو النظام ككل أو الدولة ككل وبالتالي لا لكن يعني أتفق مع ما قاله ضيفك من بغداد حول قضية تأثير العامل الإيراني في السياسة الخارجية يعني السياسة الخارجية العراقية سياسة محتكرة بالكامل قبل الفاعل السياسي الشيعي ولا دور لأي طرف آخر فيها وهذا الفاعل السياسي الشيعي يعني له مصالح مشتركة مع إيران وبالتالي هو يخضع لوجهة النظر الإيرانية وبالتالي واضح أن الإيرانيين يريدون اليوم نوع من التقارب مع تركيا لإيجاد نوع من الرؤى المشتركة فيما يتعلق بسوريا ولكن لا أعتقد أن الملفات العالقة بين العراق وسوريا يمكن حلها بهذه العفو بين تركيا والعراق يمكن حلها بهذه البساطة الملفات بين الطرفين شائئة ومعقدة سواء الملف المتعلق بالبي كي كي كما وضحت أو الملف المتعلق بطبيعة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين أنقرة وأربيل أو سواء فيما يتعلق بطبيعة الرؤية التركية للوضع العراقي يعني هناك اعتراضات تركية سجلت على مدى السنوات الماضية حول يعني حول النظام السياسي في العراق حول طبيعة القوى في العراق وبالتالي هذه الملفات ملفات معقدة وشائكة ولا أعتقد أنه زيارة يعني يلدرم اليوم إلى بغداد ستستطيع أن تحل هذه الإشكاليات الجوهرية هذه الإشكاليات قائمة وستبقى وبالتالي نعم هناك محاولة لإذابة الجليد بين الطرفين ولكن لا أعتقد أن هناك مؤشرات حقيقية لإمكانية إيجاد علاقات تركية عراقية يعني على أقل علاقة حسن جوار يعني الوضع سيبقى متأثرا بطبيعة الموقف الإيراني من تركيا سيبقى متأثرا بطبيعة موقف القوى العراقية المتعددة من تركيا لكن فقط يعني إشارة إلى ما قاله الأستاذ عادل المانع يعني فيما يتعلق بالميليشيات لا حتى وإن تمسن قانون داخل مجلس النواب هذا القانون مخالف للدستور الدستور قال بالوضوح أنه لا أنه يحضر تشكيل أي ميليشيات خارج إطار القوات المسلحة وميليشيا الحجد الشعبي هي قوة عقائدية موازية للقوات المسلحة العراقية وليست جزءا منها ولو يعود الأستاذ عادل إلى قانون الموازنة العراقية سيكتشف أنه دائما كان هناك حديث عن القوات المسلحة العراقية والحجد الشعبي بمعنى حتى قانون الموازنة يعترف أن هذه الميليشيات هي ليست جزءا من القوات المسلحة وبالتالي هي ميليشيات بتوصيف الدستور العراقي. وميليشيات بموجب القانون. رقم 91 لعام 2003. هذا فقط للتوضيع. فيما يتعلق بقضيات. أستاذيحي. أنت تفسر كما تريد. تفسر كما تشاء وتشتهي. أنت. ستأخذ حق الرد في هذا الجانب. ولكن سأعود إلى هذا الحوار. وكيفية بناء الثقة بين أنقرة وبغداد. ولكن من جديد إلى شانطال وبعض مشاركات المشاهدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وربما الأسئلة التي يطرحونها على ضيفينا. أسئلة عديدة صحيحة. روبير عارف هنا في تغريدته. مشاهدين يقول تركيا تحاول التراجع عن السياسات التي تبنتها في السنوات الأخيرة بعد تحالفها مع روسيا. قد يكون سحب قواتها من العراق من ضمن تفاصيل صفقة الهدنة الروسية في سوريا. هذا رأي عارف الموضوع عما مؤيد. فيعتبر أن كل ما يهم تركيا اليوم هو عدم إقامة دولة كردية على حدودها الجنوبية. ابتعادها عن المعسكر الأمريكي. واقترابها من المحور الروسي الإيراني. هو لتحقيق ذلك. إذن دولة كردية على حدودها هشام. هنا في تغريدته أنقرة ترغب في العودة لسياسة صفر مشاكل. بعد إظهارها لمشاعر الود مع إسرائيل أولا. ثم روسيا. والآن مع العراق. ولكن هل تتخلى عن سياساتها المتعلقة بالأسد؟ هذا السؤال يطرح هشام معنا الليلة. وأحمد يقول خروج القوات التركية من العراق. قد يكون مقابل تغفيد للوجود الإيراني في سوريا. ولكن الأجيب لن تظهر إلا بعد مؤتمر كزاخستان. والذي ننتظر إن كان سيكون في موعده أم لا يا روبر. ربما التسارع هذه المهل. لذلك نشاهد هذا الإقدام السريع. وربما لتحسين الصورة التفاوضية في الملفات التي تقلق أنقرة بشكل كبير. أعود إلى ضيفي من بغداد ومن عمان. عادل. هذه التقارب ربما الذي فرضته الوقائع الدولية قبل الوقائع المشتركة بين البلدين. هل حسابات بغداد قد تتبدل ربما لتقترب أيضا مما قدمه يلدرم اليوم؟ أم أن هذه الريبة ستبقى تطبع هذه العلاقة المشتركة وفقدان الثقة لا أمل فيها؟ لا أتصور توجه بغداد قبال حسن النوايا التركية ببدء صفحة جديدة أو تعامل جديد. هذا ممكن أن تتقبل بغداد. ولكن لا يمكن أن تتعاطى بغداد تعاطيا واضحا وصريحا وصحيحا ما لم تلمس حقيقة على الأرض ما يطبق من الجانب التركي إذا هذه هذه النوايا. اليوم أعتقد أنه هو الدافع الحقيقي. لو كانت تركيا جاءت إلى بغداد ولم يكن لها مواقف لو افترضنا أنه سوريا هادئة لم يكن هناك حجدا دوليا بقيادة أمريكية للقضاء على الإرهاب. لم يكن هناك جو معكر في المنطقة. لقلنا أنه العلاقات التنائية وحسن الجوار وما إلى ذلك وبدء صفحة جديدة. هذا ممكن. ولكن اليوم بتصوري أنه المحور الرئيسي الذي تدور حوله السياسة الخارجية التركية ومنها ضمن زيارة يلدرم إلى بغداد تتمحور حول أنه تركيا أدارت بوجهها أو أشاحت بوجهها عن الولايات المتحدة الأمريكية. فلابد لها من أن تتعامل مع ضاغطين في المنطقة الضاغط الروسي والضاغط الإيراني قبال العراق وسوريا معا. ولهذا جاءت. أما الحديث بشكلها يحيى إن عدم الثقة دخل في مرحلة الاستحالة الذي تحدث عنه عادل وتحديدا في الملف التركي والقلق التركي من انفصال واستقلال أقليم كردستان وأيضا كما تحدث كل هذه الحدود المشتعلة في جنوب تركيا لا فيما يتعلق بالملف الكردي الموضوع مختلف. تركيا لديها علاقات ممتازة علاقات استثمارية علاقات اقتصادية علاقات سياسية مع أربيل وهذه العلاقات بنيت على مدى سنوات وبالتالي لا أعتقد الآن أن تمت خشية تركية من دولة كردية داخل العراق لكن خشيةها الحقيقية من الوضع في سوريا بسبب طبيعة العلاقة بين البي كي كي والبيدة داخل سوريا يعني العراق وضع مختلف تماما ولا أعتقد أن الأتراك في اللحظة المناسبة سيعارضون إقيام دولة كردية إن تمت إقامتها يعني هناك مشكلات داخلية هي التي تمنع إعلان الدولة الكردية يعني هذا الصراع الحاد بين السليمانية وأربيل هو الذي يمنع إعلان الدولة الكردية وليس موقف بغداد أو موقف دول الأقليم ككل وبالتالي لا يعني تركيا لديها رؤى مختلفة تتعلق بأكراد أكراد العراق أو أكراد سوريا أو أكراد تركيا هذا من جانب من جانب ثاني أنا أعتقد أنه بما أنه يعني البارومتر الذي يحدد طبيعة العلاقة بين بغداد وأنقرة هو طهران فبالتالي تطور العلاقات مع طهران داخل سوريا هي أيضا ستلقي بضلالة على طبيعة هذه العلاقة بين بغداد وأنقرة بمعنى إذا ما يعني تم تحييد إيران بشكل كامل من الملف السوري كما يعني كانت هناك مؤشرات من خلال الاتفاق الروسي التركي بالتأكيد لن نرى علاقات عراقية تركية جيدة ولكن إن سمح لإيران بأن تكون طرف بشكل أو بآخر في هذه الاتفاقية ربما نجد نوع من التحسن لكن ما زلت أقول أنه لا مؤشرات حقيقية على إمكانية قيام علاقات يعني دافئة بين بغداد وأنقرة المشاكل بين الطرفين مشاكل معقدة ومشاكل جوهرية على العكس يعني تركيا اليوم تحاول أن تعيد إنتاج كتلة سنية قوية وكانت هناك اجتماعات في أنقرة وفي اسطنبول حول هذه المسألة وهذا يعني بالضد من إرادة بغداد يعني الأمر الثاني المهم هنا أنه وضع الموصل ووضع تلعفر في مرحلة ما بعد داعش أيضا سيحدد إلى مدى بعيد طبيعة العلاقة بين الطرفين يعني هذا لن يعني يكون مريحا بالنسبة لتركيا وبالتالي أنا أعتقد أنه عوامل التصعيد بين الطرفين أكثر من عوامل التهديئة عادل انزحاب القوات التركية المنتشرة في معسكر بعشيقة ربما كانت جاءت بعد مطلب تركي يعني المشاركة وربما هذا ما رفضته بغداد ويعني منعا ربما للتدخل في السيادة العراقية هل ربما قد نشهد أي تبدل في مشاركة عراقية في القريب لا أنا أتصور أنه حتى هذا الحديث إذا ما رجعنا إلى الوراق قليلا يعني بداية التواجد صار في شد وجذب وأخذ وعطاء واختلاف الموقفين التركية تقول أنه تقول أنه يعني رغبة الحكومة العراقية والعراق يقول ليس يعني هناك من ورقة قدمت إلى تركيا أو طلب قدمت إلى تركيا بهذا التواجد ولكن بشكل عام أنا أقرأ يعني القضية من الآن حتى ما بعد تحرير الموصيل ونحن نتحدث عن تحرير يعني قادم في الأشهر القادمة أنا أتصور أنه تركيا أولاً غير جادة في الانسحاب ثانياً لا يمكن لها الانسحاب لجملة القضايا التي طرحها أستاذ يحيا وهو يعني محق فيها صحيح هذا الواقع أنه تركيا تدعم الجانب السني في الموصيل وتدعمه دعماً قوياً مثلاً آل النجيفي ومجموعتهم هذا يكون ذراع من أذرع تركيا في يعني لم تكن بتدخل مباشر فبالتالي تتدخل عن طريق ذراع الضارب في السياسة وفي صناعة القرار ومع برزاني وإمكانية أن يعني أن تشل الحكومة العراقية قبل أو اتجاه أي رأي في الموقف التركي ولهذا لا أتوقع انسحاباً من بعشيقة حتى بعد تحرير الموصل لأنه بتقديري الشخصي أنه هي الورقة الضاغطة الرابحة إلى تركيا الآن في أن تساوم الحكومة العراقية وأطراف السياسية لأخذ موطئ قدم أو يعني نصيب من الكعكة لمرحلة ما بعد الموصل وقد تكون هي يعني من المشاركين الفاعلين في هذا الجانب ولكن يعني مع الأسف أنه قراءاتنا دائماً تكون بلون طائفي يعني كما تحدث السيد يحيى في قضية الحشد وأنه مخالف للقانون ومخالف للدستور نعم ولكن الانتحاب من بعشيقة عادل ألن يريح أيضاً الحشد الشعبي طبعاً يريح الحشد الشعبي لا يريح العراق لا تقول يريح الحشد الشعبي الحشد الشعبي جزء من منظومة عسكرية أمنية تقوم بواجباتها وتقوم بدورها والسؤال المهم هل يتقدم الحشد الشعبي دون موافقة الحكومة العراقية هل أنه يخطط بمفرده بعيداً عن غرفة العمليات المشتركة هل هل والتساؤلات كثيرة يا أخي الحشد الشعبي في قضية تلعفر متوقف صار أكثر من أسبوع لما صار تباطع في العمليات كلما نقترب من داخل موصل من مركز الموصل يكون معركة معركة مدن فبالتالي المحاربين الشوارع يجب أن يدخلوا فيها العملية تقريباً شبه توقف في العمل ولهذا الحشد الشعبي جزء من منظومة عراقية شرعت بقانون نعم سأترك الرد يحيى عادل وصلت هذه الفكرة سأترك الرد يحيى هل فعلاً هذا الانسحاب في حال حصل سيريح الحشد الشعبي وأي من الميليشيات في الموصل أنا بالنسبة لي أشكك تماماً بإمكانية انسحاب الأتراك أولاً لاحظ صيغة البيان الذي أنهم يعيدون بأن انسحابهم سيتزامن مع هزيمة داعش في الموصل ولكن أجزم لك من الآن أن بعد هذا الأمر سيتحدثون عن الانسحاب مقابل طرد البككة من العراق وهذا ليس بإمكانية أحد لا بإمكان الحكومة العراقية أن تفعل ذلك ولا بإمكان حكومة الإقليم أن تفعل ذلك وبالتالي أنا أعتقد هذا المعسكر سيبقى فيه قوات تركية إلى أجل غير مسمى هذا من جهة من جهة ثانية بالتأكيد يعني ميليشيا الحجد الشعبي هذه القوى العقائدية التي يستخدمها الفاعل السياسي الشيعي أداة لفرض هوية أحادية على الدولة العراقية بالتأكيد سينزعج مثل هذا الموقف التركي لأنه يعتقد أن هذا الموقف التركي سيعقد محاولات لفرض الأمر الواقع على الموصل وما بعد الموصل وبالتالي بالتأكيد هناك صراع غير معلم بين الطرفين لكني دائما أقول أن هذه الميليشيات ميليشي الحجد الشعبي لا تشكل قوة حقيقية على الأرض هي تستمت قوتها من هذا الغطاء السياسي الذي يعطيه لها الفاعل السياسي الشيعي مستشار المركز العراقي لدراسات الاستراتيجية يحيى لكبيسي كودا معنا من عمان كما أشكر من بغداد الكاتب والباحث السياسي عادل المانحة ترجمة نانسي قنقر